توقفت مباراة ليونو مارسليا في الدور الفرنسي بعد إصابة ديمتري لاعب مارسليا بسبب إلقاء زجاجة بلاستيكية على رأسه وقرر حكم اللقاء إقاف المباراة بسبب حدوث أعمال شغب من الجماهير التي أدت لإصابة ديمتري في رأسه خلال تنفيذ لإحدى الرقلات الركنية في الدقيقة الرابعة ليسقط على الأرض وشهد اللقاء أحدى الشغب كبرى منذ الدقيقة الأولى حيث تم الهجوم من قبل جمهور ليون على ديمتري بإلقاء زجاجة بلاستيكية أدت إلى إصابته في رأسه واضطر حكم اللقاء لإقاف المباراة أحاول على قوة إلا بالله العليل العظيم ربنا يشفي ويعفي ويشفي الجميع أعزائي المتابعين كان هذا نهاية خبرنا لليوم أشكركم على حسن المتابعة عدمتم بأمان الله والسلام عليكم